هذا البزار يسمى بلاتيني البيبيروم نيجروم وهذا البزار يوجد الكثير من الألوان وهناك مادة وحيدة ولكن كيف تقسم الألوان البزار في الأول يبدأ ينتج يكون خضر يزيد قليلا يمشي الأسفرار هذا الخضر يتخذ ويتدار في واحد الماء الذي يتم الحفاظ عليه ويتستعمل حتى كبهار هذا من جهة ومن بعد أن نقوم بعمل نوع الإبزار وهذا الإبزار يكون الإبزار غادي أو يقول له صفر فهذا هو من نوع النادر للإبزار وعنده فوائد كبيرة ولكن هذا الصفر قبل أن يصل إلى الصفورية ويتم إزالة القشرة ويتم الغسل بالماء ويتحب ويتشمش إذن أمريكا استعملوا هذا الإبزار الأصفر ويتم إزالة القشرة ويتشمش ويتم إزالة الإبزار الأسود هذا هو الإبزار الأسود من بعد أن نقوم باللون الأحمر وهو الإبزار يكمل النوضج ويكون الإبزار الأحمر وهو الإبزار الأسود لذلك الإبزار الأسود يكون لهم تركيز مختلف المادة الابزار الأسود لنستعملها لأننا خير الأمور أوسطها فالابزار الأسود تكون لدينا فيها تركيز 70% وهذه الابزار التي فيها فوائد لا تعد ولا تحصل أولا بعدها الناس عندهم مشاكل الجهاز لهضمي كامل بجميع المشاكل له الابزار من المواد المهمة هنا كان حاربوا أو هنا كما نقولوا كان نحيدوا بعض المعلومات المغلوطة على أن الابزار يضر المعيدة ويعطيناها مشاكل القرحة المعيدة على العكس الناس الذين يكون لديهم هذه المشاكل الجهاز لهضمي كامل نصحهم بلا بيبيرين إذن الابزار يمكننا أننا نستعملوه وخا هو في هذا الطابع أنه يلسع ولا في هذا الحرق ومشي بحال هو هذا الابزار اللي فيه ماشي بحال اللي كان عندناه في الفلفل الأحمر ولا عندناه في الحار يعني الفلفل الحار فالابزار هذه الابزار اللي فيه هذه المادة مهمة جداً هي شناية كتكون بمثابة كمادات ديال هذك الجروح اللي كان عندنا على المستوى ديال المعيدة أو بمثابة كمادات الجروح اللي كانت على مستوى الجهاز لهضمي ديالنا وكتساعد في تحسين الجودة ديال الشيغان ديالجهاز لهضمي كتنشطه بحال لكتعطي الضو يعني بحال لكتقدر بالجهاز لهضمي واحد شوية بحال واحد الشبنات كهربائية اللي كانتخليه ديما كيتحرك وديما كيكون في واحد النشاط كامل هذا من جهة من جهة أخرى إذا هضرنا على البزار اللي عندنا في البزار الأسود البزار الكحل فشنو فيها فيها أنها كتل أي تغذية يخذينها وكان فيها هذا البزار أشكي دير البزار بمثابة واحد الحارق إذن أي حاجة سامة أو أي فضالات أشكي دير ذلك البزار كيمشي دياله وكي حرقها يعني كي خليها أنها ما تكونش معا يعني بحال لكي كيمشي وكي نقيدنا التغذية من السموم كي حرقها مباشرة على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا البزار كي يصلاح الناس كذلك اللي عندهم مشاكل ديال الطفيليات فهو الناس اللي كتكون كتعانين مشاكل ديال الطفيليات عن مستوى الأمعاء كيعاونه كذلك في تحسين جودة ديال اشتغال المناعة ديالنا لأن البزار هو من المرشيطات كذلك ديال بخو بيوتيك أو من المرشيطات ديال البكتيريالنا فعلي كتكون عندنا على المستوى ديال ديال الجهاز الهضمي ديالنا فهو مهم شنو كي عاون عاوتاني كي عاون في تحسين جودة ديال الدورة الدموية كي عاون في تقوية ديال الكولاجين كي عاون في الاشتغال السريم ديال الجهاز البوجيات وخاصة منه بزار و بعض الابهاهرات كثيرة لكل مرة كنكتشفوا بهار من البهارات الجميلة اللي كتعانيها واحد طاقة إيجابية فكتعانون من التقوية ديال الكولاجين كتعانون في باشك بتعاني المناعة ديال البشرة ديالنا إذا البشرة كتكون المحمية ضد العوامين الخارجية البزار يعاون في تصفيات الكابيد يعاون في الاشتغال السليم دي الجهاز البولي شرف الله وقدراكم فهذه كلها أمور اللي هي مهمة جدا على البزار وهم حاجة أن الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من عسر الهدم فإحنا كمسحوهم أنهم يأخذوا هاد المادة هاد لأنها مادة مهمة جدا وهو ككل هو من المواد اللي كتحفز لنا الاشتغال السليم ديال التفاعلات البيولوجية الطبيعية يعني إذا قاعدك شني كي وقاعدين في الدست ديالنا من كما كنقولو إحنا من تفاعلات كيميائية طبيعية فهو إلا كنا كنا نأخذوا البزار فهو يعاوننا على هاد المسألة هاد نعم طيب إلا سمحتي دكتور نحن دبا البزار حدثا كنستعملو التنسيم كنستعملوه للطياب ولكن وش كين هاد الفوائد كل هاد يتكلمتي عنها وش كين متان بعض الناس اللي ما منصوحش أنهم يتناولوا البزار على سبيل المثال ديال عندهم مشاكل ديال المعيدة ناس مثلا يندو مشكل ديال الكلي الناس اللي كانوا من ارتفاع الضغط الدموي يعني وش وما تيدخلوه خانة ناس ما يأخذوها ديال البداولي قلنا نسأل المغلوطة إنهم كم كلهم يأخذوهم ولكن في نطاق الصيدلاني فين كيكون المشكل فالجرعة العضوز ش هلق سلان أعطيهم فهذا بالناس اللي كان عندهم مشاكل ديال المعيدة القرحة المعيدة والجهاز يعني مشاكل عضوية فشنو لطريقة السليمة قنا تديوه البزار او كاستعمال البزار كمادة للمساعدة العلا Shea الطبيعية فاسا لا نأخذو شيء ديال البزار يعني تلك خمسة تلك الحباج بتلك الحباج الحباج حوامر EN يعني اش كن ديرو تكلاب بي بي غين كنها بطولة لكم صنوات خاصيون ديرها الواحد الاقصى اللي يعني اعلى حد دير التركيز وكن ناخدوها في الصباح على الريق وكن دونو عليها هكي لاخدوناها بهذه الطريقة و بهذه الكيفية هذي مع عملا هغا تعطينا اعراض جانبية غاد نهضروا على التغذية تغذية لكنا كوكوت دير التياب كن ديرو فيها اربع معلقة دير البزار صغيرة ولكن قاعد لي غير راس دير المعلقة صغيرة فهي كتدوب ما كتعطيناش اصلا ما كنحسوش بعض الخطورة دي لها ولكن الفائدة العلاجية الطبيعية كتكمن فهذه المسألة اللي يقدرنا عليها خمسة دي الحباز ما كنفوتوهمش البزار الناس وحدين الوليدات الصغيرة اللي مغسلنش نعطيهم البزار لكيكونوا قل من سبع سنوات علاج لانه مازال الكابي الديرو ما تكونونش مزيان ويقدر تعطيهم بعض المضاعفات فأما الناس الكبار فهمو يمكنهم يخضون هذه الوصفة بدون اي مشكلة لان هذه احنا كنهضروا على المدرسة الامريكية المدرسة الروسية اللي هي من الناس اللي كتشجع لاستعمال البزار بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم مشاكل لشي يصلها دميك بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم هذه المشاكل دي القرحة المعيدة والجورتومة غيري لتتخذ بهذه الطريقة أما المدرسة الاخرى يعني اللي كتنتعميه مثلا المدرسة الفرنسية أو مدارس اخرى دي العلمية فهي من المدارس اللي كتبولك او ديك البزار ما كنناخدوش علاش لانه كيمكن يعطينا ولكن هذه مسألة اللي هي مغلوطة والنتائج والابحث اللي بينات هذه المسألة نعم طيب بلا سمحتي دكتور اذكر بالرقم للتواصل معنا مباشرة على أصوات مع دكتور حماد ميزا بصفة 22-77-24-24 او كتواصل معنا بطبيعة الحال عبر الصبح دينا على الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال الناس كيسولوك دكتور حماد على الضر مع الزيت البلدية ويعتبر مسكن لألم المفاصيل سؤال مهم جدا غير أول بزار بحاله بحال سكينشبير بحال فلشلاء حارة اللي هادرنا عليه لا يصلح لهذه المشكلة يعني اللي هادرتوه ودعنا نشوف هذه المنطقة هذه كيمكن يعطينا بعض الالتهابات وهذه مسألة اللي هي غير منصوح بها فكما قلنا الاحترام ديال الميقدار والمعيار ديال البزار هو اللي يعطينا وهذه الطريقة السليمة لابن نستفدهم للفائدة دياله فوزية تقول لك الدكتور وش وصفة الإبذار والعسل لتقوية الشعر مفيدة ولا دارة؟ لا علاقة إلا كان العسل الحر ففعلا أن العسل الحر غيب وحده الحاول أن نأخذ واحدة معلقة كبيرة نرى كان نضرور للناس لديهم العسل متوفر نحن لم نضرور لديهم العسل فإلا كان عدنا العسل وكان متوفر في بعض المناطق اللي يكون فيها العسل أو الناس اللي كتابعنا من خارج أرض الوطن اللي يكون العسل متوفر سوف نأخذ واحدة وصفة سهلة وبسيطة لتغذية الشعر لتغذية فروة الرأس تقوية الشعر وكذلك محاربة التساقط ولكن بوحدة السرعة هائلة نعم إذن هذه الوصفة سوف نأخذ معلقة كبيرة للعسل وسوف نأخذه بيض بيضة معلقة كبيرة للعسل وبيض بيضة معيش نخلطهم معاكس كبير ديلا ما سخون يعني يكون سخون مغلي كيتخلط هذا الشيء مزيان كخالد وكنديروه كماسك على الجلدة ديلا الشعر ديلا وشعر ديلا كنخليوه مدة ديلا ساعة ونصف ساعة ونصف وكن نغسلوه هذه العملية ولو تديروها غير مرة في الأسبوع فهي تعطي واحد الفائدة هائلة وهذاك المحلول إذا تبقى عندكم يمكن لكم تحتفظوا بيت تلاجة ولكن ما تفوتوش 15 اليوم يعني ستتعملوها جوش ديلا المرات هذاك المحلول وتعودوا تديرو محلول آخر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله